اشتركوا في القناة ثلاث سواريخ استطلاع وست سواريخ من الـ F-16 إلا أنه لازال صامدا لكن كبعد نفسي للمالكي البرج والمستأجرين والملاك فيه قررت لجنة فنية إزالته الإزالة حسب نشاط الشركة المنفذة للإزالة وهي شركة صاحبة سابقة خبرة في هذا المجال ممكن أن يأخذ من شهر ونص إلى شهرين على الأكثر وإن شاء الله يتم بطريقة أكثر أمنا لأنه جاي على مفترق رئيسي وشوارع رئيسية وإن شاء الله هذا إذان بأنه عمليات الإزالة للدمار بهذا البرج كانت تكون قد تمت وهو آخر المباني التي سيتم إزالتها ومن ثم إن شاء الله تبدأ عملية إعمار وينفذ المانحون الذين وعدوا بإعمار الأبراج وعودهم في هذا المجال خاصة وأن مواد البناء بدأت تدخل بشكل يلبي حاجات السوق كل عمليات الإزالة هي عمليات عالية الخطورة لكن بالإحتياطات المأخوذة وبالهدم الحكيم بأن تبدأ الكومبريسور بإزال الطابق طابق من أعلى إلى أسفل ومعمول فتحات لإنزال نواتج الهدم الركام للأسفل ويتم إزالتها بعد توقف عمليات الهدم مساء سيكون هناك رقابة صارمة من الجهات المشرفة من الـ UNDP ووزارة الأشغال واتحاد المخاولين على عملية الإزالة حتى نطمئن أنها تتم وفق الإجراءات المحترمة والتي تأخذ بعين لأتبار كل وسائل الأمان والسلام نحن وشركة ابناء سعد من البداية نستغل ونستثمر كل الوقت في مزج خبراتنا في العمالة السابقة مع خبرات زملائنا في العمل مؤسسة الـ UNDP للخروج بعمل أكثر أمانا حيث عوامل الأمن والسلامة بما يخص هذا المشروع الخطير هي سلم أولوياتنا وبالتالي استعنا بمكاتب استشارية بدراسات أمن وسلامة وبدأنا منذ أسبوع بعوامل أمن والسلامة على دائر البرج وها نحن اليوم في أول خطوة في العمل التنفيذي لإزالة البرج بسعود الحفار إلى أعلى البرج وفق خطة مدروسة وفق آلية لتنزيل الركام والخلاص من هذا المعلم الناتج عن حرب مايو 2021 واحدة وعشرين اشتركوا في القناة